علق السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فيغين على احتجاز الماليشة الحوثية التابعة لإيران لطائرات اليمنية بمطار صنعاء الدولي أثناء نقلها للحجيجة اليمنيين من مدينة جدب السعودية إلى صنعاء جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وأدان السفير الامريكي سيلاء الحوثيين على طائرات الخطوط الجوية اليمنية قائلا في تصريح إن هذا الأمر أعاق قدرة الشركة على خدمة الشعب اليمني وخلال هذا اللقاء أعرب السفير فيغين عن دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبدلها الحكومة اليمنية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد